ما سأقوم به الآن هو عبارة عن تعليقات وليس الردود فقد صور سالم الطويل مقاطع قبل أيام أراد منها أن يلزم خصومه الذين سماهم بالمؤيدين لقتال اليهود بأن يذهبوا ويجاهدوا بأنفسهم لماذا؟ لأنهم أيدوا وناصروا من قاتل اليهود أقول لماذا لا تجاهدون في سبيل الله؟ ما لكم تؤيدون ذلك ولا تجاهدون؟ لماذا تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتن عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون؟ وسأعلق على نقطتين مفصليتين بالنسبة لي الأولى اعتباره التأييد إلزاما للجهاد بالنفس فطالما أنك أيت يلزم أنك تجاهد وهذا الإلزام الركيك يلزم منه أن سالما سيطعن بالعلماء قبل ما رد عليهم لا يخفى على أحد أن كثيرا من العلماء الكبار على رأسهم مثلا الشيخ بن باز والشيخ بن عثيبين قد أفتوا في فترة من الفترات بجواز الجهاد والانضمام مع الأفغان ركز لم يؤيدوا فقط بل أفتوا بجواز القتال معهم السؤال هل قاتل الشيخ بن عثيبين؟ لا هل قاتل الشيخ بن باز؟ لا إذن يلزم من سالم أن يطعن بهؤلاء لأنهم يقولون ما لا يفعلون بزعمه ولو وسعنا النظرة أكثر نرى أن مفت المملك السابق الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه كذلك أي يد القتال والجهاد الجزائري للمستعمر مع أن حصيلة هذا القتال في ثلاث سنوات تجاوز المليون ومع هذا كان الشيخ الإبراهيم يوجه الرسائل للشيخ محمد بن إبراهيم يحثه على دعمهم وأن هذا واجب عليهم وليست منه ومع هذا لم نرى الشيخ محمد بنفسه ولا أبنائه فسيلزمك أن تطعن به كذلك ولا شك أن هذه قاعدة ساقطة ما علاقة موضوع التأييد بالإلزام بالجهاد بالنفس نعم لو جاء شخص وقال أن كل من لم يذهب ويجاهد بنفسه فهو خائن إلى آخرين هذه الكلمات هنا تقول له صح طالما أنك ترى أن هذا شيء واجب فابدأ بنفسك وبعائلتك وبأهلك مثلا لكن واحد يؤيد مسلم على كافر تقول له يلزمك الذهاب على هذه الطامة الكبرى فإلزاماتك التي ألزمت بها خصومك ستلزمك أنت أولا ولا مهرب لك منها لماذا؟ كما لا يخفى على أحد أن الشيخ سالم كان من أول مؤيدين للمسلمين في دماج في حربهم ضد الرافضة بل أكثر من ذلك لك مقطع كامل عندما تعرضت المملكة لهجمات من الحوثي خرجت وقلت بالحرف إما أن تكون مع الحوثي وإما أن تكون مع المملكة دعوة هؤلاء الآن في هذه الأيام اللي أصبع الآن نرى بوضوح أن هناك معسكرين هناك خياران فقط لا ثالثة لهما وسبحان الله عندما ألزمت اليوم بنفس الخيار وقيل لك إما المسلمون أو اليهود قلت لا يلزم مو شرط أكون مع هذا أو مع هذا أنا مع المستضعفين فقط مع الشعب لو قال لك شخص نفس الكلام أنا فقط مع المستضعفين المملكة إيش راح تسوي ولذا أنت اليوم يا شيخ سالم أكثر من يتباكى على مصطلح الصهاينة وصهاينة العرب وأنت أول من أصل لهذه القاعدة قلت إما أن تكون مع المسلمين ومع المملكة وإما أن تكون مع الرافضة فتكون رافضيا معهم فسبحان الله كل شيء حلال عليك وحرام على غيرك وليته قد توقف إلى هذا الحد